أما أسواق النفط فقد واجهت ثلاثية أحداث عالمية ساهمت بدفع أسعار عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية قاربت 3% مع بقاء تداولاتها دون مستويات المائة دولار للبرلمين وخلال تداولات هذا الأسبوع تأثرت أسعار النفط بظهور بيانات صينية سلبية تزامنت مع أنباء عن عودة تدفقات النفط الإيراني والذي قد يؤدي إلى ضخ المزيد من النفط وصولا إلى بيانات المخزونات الأمريكية التي حملت مفاجأة جديدة للأسواق حيث ارتفع نقص المخزون بشكل أكبر من التوقعات الخام الأمريكي كان في بداية الأسبوع قرب 95 دولار للبرميل قبل أن ينخفض إلى مستويات قرب 90 دولار فيما بدأ خام برينت بدأ تداولاته عند 98 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى 95 دولار أما الرئيس الجديد لمنظمة أوبيك قال أن أسواق النفط العالمية تواجه مخاطر كبيرة من ضغوط الإمدادات مع استمرار مرونة الطلب وتضاول الطاقة الإنتاجية الفائضة ترجمة نانسي قنقر